الشركات القطرية تتحرر من تبعات جائحة كورونا في العام 2021 وتحقق مكاسب وأداء إيجابي خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2020 نقف على آخر الأرقام التي حقتها هذه الشركات في البورصة القطرية والمركز المالي لشركات المدرجة في البورصة نتحدث عن صافية الأرباح التي ارتفعت بأكثر من 41 في المئة هذا جاء بدعم أساسي ورئيسي من قطاع البنوك والصناعة دخل العمليات كذلك شهد ارتفاع بـ 25 في المئة نحو 23 في المئة من الشركات تراجع نمو دخل العمليات لديها الأصول ثلاثة ونصف النقطة المئوية والقطاع المصري في يمثل 77 في المئة من أصول الشركات المدرجة أما بالنسبة للتوزيعات شاهدنا ارتفاع في هذا البند كذلك بأكثر من 54 في المئة بالنسبة للشركات وقامت بهذه التوزيعات تتجاوز 24 مليار أريان نحو 77 في المئة من الشركات أقرت توزيعات النقدية عن عام 2021 ولكن كيف توزعت القطاعات لشركات المدرجة نتحدث عن البنوك والخدمات المالية ارتفعت بأكثر من 13 في المئة الصناعة الأكثر ارتفاعا بأكثر من 253 في المئة نتحدث في ظل التحصن الذي شاهدناه على مستوى أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية دعمت بشكل كبير هذه الارتفاعات في قطاع الصناعة التأمين شاهدنا كذلك هو الآخر 138 في المئة ولكن شاهدنا القطاع العقاري الذي تراجع ب31 في المئة تراجعات كانت واضحة على بعض الشركات تحديدا تراجع أرباح شركة إزدان ومزايا أما بالنسبة للنقل فقد كانت هناك ارتفاعات عليه ب58 في المئة الاتصالات شاهدت بعض التراجعات على الرغم من الزخم الذي شاهده في العام 2020 لأن تراجع ب71 في المئة تحديدا الضغط شاهدناه واضح من شركة أوريدو بعد رفع المخصصات تحديدا في نتائج وخسائر التي تكبدتها من سوق ميانمار الخاصة بشركة أوريدو في العام الماضي قطاع السلع والخدمات والآخر شاهدت قفزة وارتفاع ب45 في المئة خلال العام الماضي أما بالنسبة لي آخر مؤشرات هو أداء الشركات القطرية خلال العام 2021 تحدث عن أرباح مجموعة كيو أم بي التي تمثل 56 في المئة من أرباح قطاع المصارف تحدث عن أكبر البنوكة القطرية والصناعات قطرية الأخرى قامت بتوزيع 100 في المئة نقدا بأكثر من 6 مليارات ريال وهذا ما دعم التوزيعات النقدية داخل البنوكة القطرية التي كنا شاهدناها خلال العام الماضي من جهة أخرى سهم شركة استثمار القابضة سجل أفضل أداء في العام الماضي بارتفاع بأكثر من 106 في المئة شاهدنا شركتا أوريدو وإزدان الأكثر انخفاضا في الأرباح بأكثر من 85 في المئة خلال العام الماضي أما عن آخر التطورات لأهذه الشركات وبعض الشركات القطرية شاهدنا اكتتاب وإدراس شركة كيو الأمن للتأمينات في يناير أو مطلع العام الماضي إطلاق السوق الناشئة وإدراس شركتين الفالح ومقدام القابضة منتصف العام 2021 كذلك ومن جهة أخرى شاهد السوق اندماج مصرف الريان والبنك الخليجي في كيان مصرفي إسلامي واحد هذا فيما يخص آخر التطورات والأداء الإيجابي الذي حققته معظم الشركات القطرية خلال العام 2021